النوع الثاني من طرق تقييم الفكرة هو التقييم الحسابي في هذه المرحلة يتم تحويل التقييم النظري إلى تقييم حسابي ويتم ذلك بإعطاء كل معيار درجة معينة وحساب الدرجات الإجمالية لكل مشروع والمشروع الذي يحصل على أكثر الدرجات هو المرشح للاختيار نموذج تقييم الفكرة النموذج تقييم الفكرة لو نلاحظ عندنا هنا نجد هذا مثال توضيحي لدينا قائمة بمعايير التقييم اللي هي الخمسة المعايير اللي ذكرناها سابقا المعيار المالي القدرة المالية لإنشاء المشروع والمعيار البشري توافر الكفاءات البشرية والمعيار التسويقي وجود طلب كافي في التسويق أو في السوق للمنتجات والمعيار الشخصي مدى الحماس والرغبة في القيام بالمشروع والمعيار المعرفي الخبرة والمعرفة في مجال المشروع يكون مجموع الدرجات المكترحة 100 درجة تقسم المية درجة على المعايير الخمسة المعايير اللي أمامنا ولا يلزم أن تكون متساوية فيعطى كل معيار الدرجة المستحقة لهذا المعيار فيمكن أن يكون هناك معايير أكثر من أخرى حسب أهميتها للمشروع بعد الجمع من المفترض أن يكون الأكثر نقاطا هو الأفضل وبالتالي نجد عندنا لو تلاحظون الدرجة المكترحة يعني خمسة وعشرين أربعين وخمسة عس في المعيار التسويقي وعشرة في المعيار الشخصي وعشرة في المعيار المعرفي وبالتالي التوتل أو المجموع 100 100 درجة ثم نأتي للأفكار ونبدأ نضع مقياس لكل فكرة ونضع الدرجة المستحقة فالفكرة الأولى لا بد يكون لها مقياس المقياس هذا مجموعة كاملا مجموعة في جميع المعايير لا يزيد عميه ونضع الدرجة المستحقة لكل فكرة وبالتالي الأكثر نقاطا هي الفكرة الأفضل